اشتركوا في القناة ونحن على عيد الفطر نؤكد على كافة افراد المجتمع الالتزام بالاجراءات والقرارات الاحترازية وان لا نجعل هذه المناسبة السعيدة ان تكون سببا في تفاقم الحالات نشدد على عدم التزاور وخاصة بين العوائل منعا لانتقال الفيروس وزيادة اعداد المخالطين نؤكد ان حظر التجول لا يتناسب مع مقتضيات المرحلة الانية احنا دائما نقول ان الفريق الوطني هناك استمرارية في المعلومات الموجودة وتوافدها ومعايير القياس فحظر التجول حاليا لا يتناسب مع مقتضيات هذه المرحلة اللي احنا نقيمها بشكل يعني يومي وكل ما ندعو له هو التزام افراد المجتمع بحظر الاختلاط والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات احنا في البحرين عامة بدأنا هذه الازمة او مشكلة عامة التصدي لهذا الفيروس اللي اكثر الان من ثلاثة شهور في مملكة البحرين واعتقد يعني خلاصنا الى خبرة وافية بمعلمات كبيرة وكثيرة عن طبيعة هذا الفيروس والتعامل معاه وعدد الناس المدخلين للمستشفيات وعدد حتى بالنسبة للناس اللي يحتاجون الى عناية قصوى وادراكنا كثير من المعلومات في هذه على اساسها وضعنا معايير معايير على اساسه احنا نقيم الواضع الحالي فدائما هذا يعني حضر التجول دائما في البال ودائما يعني الناس تذكره ولكن التقييمات وعلمنا الان احنا ليس في مرحلة يعني اولية بالنسبة للتصدي لهذا الفيروس ولكن الحمد لله اخذنا خبرة كبيرة وعلى اساسها عامة نقيم الوضع وتقييم الوضع مثل ما اخبارنا وكرر في ذلك بان حضر التجول حاليا قد لا يتناسب مع مقتضيات هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر